نعود للتيار ومنها نقرأ ارتفاع سعار الأدوية بنسبة 300% كشف رئيث شعبة استردالية دكتور نصري مرقص يعقوب في زيادة أسعار الأدوية بنسبة 300% وقال للتيار أن أزمة الدواء بدأت منذ ثلاثة أشهر وأضاف إنها كانت أن تكون معدومة حتى أبسط الأدوية البندول وغياب المضادات الحيوية وأدوية الضغطة والسكري والأمراض النفسية خاصة العلاجات وشبأة المستديمة وأرجع مرقص سبب الأزمة إلى عجز الحكومة موثلة في البنك المركزي عن توفير النقد الأدوية بسعر خاص لإتراد الأدوية ارتفاع أسعار الأدوية أتدى الجميل إلى 300% كيف سيتحمل المواطن ذلك في ظل الظروف الحالية الاقتصادية التي تمر بها البلاد؟ هذا الخبر أيضا يعزز الحديث عن أن الأزمة أوسع من أنها أزمة لقطاع معين قطاع تعليمي أو قطاع صحي هي أزمة شاملة وبالتالي أعتقد أن عجز الدولة وعجز وزارة المالية وعجز البنك المركزي في إيجاد تمويلات بالعملات الصعبة لأي سلع يمكن أن تستورد من الخارج وعلى رأس هذه السلع طبعا الأدوية على وجه الخصوص خاصة الأدوية المنغذة للحياة وتصبح بالتالي فجوة وجود الدواء وتغطية الحاجة المرضى إلى الدواء في السودان أنا أعتقد أنها ستجعل الأوضاع أوضاع كاريسية وبالتالي هذه المأساة التي نعيشها الآن في ظل وجود هذا الإنقلاب الذي وضع أنشب براسينه في جسد الشعب السوداني مهما استمرت أيامه في نهاية الأمر كل هذا سيقود إلى مزيد من استبحال الأزمات وينبقي أن يعمل الجميع بتسريع وتيرة إنهاء حالة الإنقلاب هذه بأسرع ما يمكن حتى نستطيع أن نفتح الأبواب أمام العلاقات الدولية حتى نستطيع أن كافة الجهات التي لها وعود وهي أيضا لها استعداد لتقديم المنح والقروض والمساعدات وبالتالي العقبة الرئيسية التي تحول دون ذلك هي وجود حالة الإنقلاب أنا أعتقد أن طالما أن وجود حالة الإنقلاب في السودان ويستمرار الإنقلاب إلى اليوم هذا يجعل الكثيرون عرضة للوفيات والضياع والأمراض والاستشراح هذه الأمراض لطالما أن الحديث عن أن حتى حبوب البندول التي هي أقل الأشياء لن تتوفر تحدثت عن شلل ربما تان فيما يخص عمل دولها بأدولة ولكن هذا خبر مهم جدا خصوصا ما يخص الأدول المتعلقة بالإنسان والحالة الاجتماعية والمعيشية التي يمر بها الإنسان في هذه البلاد شعب التصديليات حملت الحكومة مسؤولية ارتفاع أسعار الأدواء وهذا عدم التوفر للنقض الأجنبي بأسعار خاصة للاستيراد هل رفعت الحكومة دعنا نقول ربما يدها عن دعم قطاع الأدوية في رأيك حتى؟ نعم أنا أعتقد أن الحكومة عجزت عن دعم قطاع الدواء وهي عجزت عن القيام بواجباتها في كثير من أوجه ومجالات الحياة لو أن الدواء وهو سلعة حيوية وضرورية تتعلق بحياة الإنسان حجزت الدولة عن الإيجاد تقطية لهذه الاحتياجات من العملة الصعبة أو تخصيص سعر خاص لاستيراد الدواء للدولار أعتقد أن هذه الأزمة تصبح أزمة تقريبا أو أعتقد أنها دخلت إلى اللحم الحي كما يقول الناس وهو المطلوب من الدولة؟ يعني نحن نتحدث عن هذه الأزمة من عدام العقاقير المستديمة لأصحاب الأمراض المزمنة أين هي الدولة؟ أصلا السؤال لا نتحدث عن دولة لا واجبات أنا لا أجد الدولة نحن نعيز في حالة لا دولة يعني عندما نشاهد كل هذه الأزمات بلغت هذا المستوى وهذا العجز الكامل والتام الذي أدى إلى شلل في كافة المجالات يصبح الحديث عن دولة أنا أعتقد أنه ترف ونحن نوجد في حالة لا دولة نحن نريد الآن استعادة وجود الدولة وإعادة بناء الدولة وإعادة تأسيس الدولة وبناء جسور للعلاقات مع الآخرين هذا لا يمكن أن يتأتى للسودان دون أن تمد له جهات مختلفة يدها لكي نستطيع إعادة بناء دولة أجهز عليها هذا الانقلاب وقضى عليها تماما يعني صحيح أن النظام الثلاثين من يونيو قد وصل إلى البلاد إلى أنقاض دولة وكانت هناك بؤر للحياة قليلة تعيش لكن أعتقد أن هذا الانقلاب انقلاب البرهان قد أجهز على ما تبقى من الدولة وبالتالي أصبحنا في هذه الحالة يجب أن يواجه الناس أخدارهم بكل وضوح هذا القدر الحقيقي الذي يواجه الآن شعب السودان شعب السودان يجب أن لا ينتظر من هذه السلطة الحاكمة الآن كإنقلاب أن تقوم بحل حالة لأي مشكلات سواء في مجال الخدمات الضرورية الصحة والتعليم أو غير ذلك ويجب أن ننصرف إلى اتجاه كيف يمكن أن نخرج من نفق هذه الأزمة بإزاحة هذا الانقلاب من الوجود وأنا أعتقد حتى الانقلابيون أنفسهم ونحن نستمع إلى تصريحات متناقضة من المكون العسكري من هذا الطرف وذلك تأكيد على الاعتراف بالفشل وبالتالي الاعتراف بالفشل يقتضي منهم الخروج دون مكابرة ودون مزايدة ودون أن تأخذهم العزة بالإسم يجب أن ينظروا إلى مصالح الإنسان وبالتالي أنا أعتقد أن هذه جرائم ضد الإنسانية أن يصبح هناك لا يوجد دواء لا يوجد أدوية منغزة للحياة لا توجد أدوية للأمراض المزمنة لا توجد هذه قضية إنسانية بالدرجة الأولى يعني ما فائدة للسلطة وما فائدة الوجود في السلطة لو أنك لا تستطيع أن تفي بذلك سيدة الجميل الفاضل شكرا لك وصلنا إلى خطام الفقر التحليلي اليوم بمسيطة سودانية شكرا لك شكرا